التحكم في الحاجيات المستقبلية في ظل تزايد النمو الديغمرافي وتوسع الأنشطة الاقتصادية والتحولات الكبرى في البلاد تفرض على قطاع الموارد المائية مواكبة هذه التحولات بالتركيز على المشاريع الهيكلية الكبرى خاصة بعد رفع التجميد عن عدد من المشاريع الحكومة تراهن على رد الاعتبار لشبكات التوزيع تنويع مصادر المياه والاحترافية في تسيير الموارد المائية هل معنى ذلك أن الحكومة والقطاع سيراجع المخطط الاستراتيجي للمياه لتأمين الأمن المائي؟ وأي دور للقطاع في تطهير الأودية وحماية المدن من أخطار الفيضانات؟ هي قضايا وأخرى كثيرة نفتحها للنقاش مع ضيفنا في فوروم الإذاعة معالي وزير الموارد المائية السيد حسين نسب يرافقني في إثراء النقاش زميلية سوفيا رمضاني عن القناة الدولية للإذاعة الجزائرية وضاوية زيتوني عن القناة الثانية البرنامج يأتيكم مباشرة على أثير الأولى وأيضا على جميع محطاتنا الجهوية للإذاعة الجزائرية ويمكنكم سيداتي وسادتي متابعته لايف عبر صفحتنا الرسمية للإذاعة الجزائرية عبر الفيسبوك نرحب بكم سيداتي سادتي ونرحب بالحضور الكريم من إطارات بالوزارة هنا بنادي عيسى مسعودي وأيضا بالأسرة الإعلامية مرحبا بالجميع مرحبا بكم معالي الوزير وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة وحضور الفرع شكرا على حسن الاستقبال سيدة الوزيرة وخلفات الفيضانات الأخيرة في عدد الولايات والمخاوف التي ما تزال قائمة ربما من اتساعها تفرض عملا وتدخلات عملية ووقائية دور قطاع الموارد المائية أكيد حيوي في هذا المجال جلي أيضا في عملية التطهير تطهير الأودية وأيضا مصباتها والمجاري المائية حقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذن سؤال وجه جدا لأن إشكالية تصدي للفيضانات هذه ظاهرة طبيعية هي من المهام الكبرى لقطاع الموارد المائية على مستويين مستوى الأول هو التأطير القانوني والتخني لمعالجة هذه الظاهرة طبيعية وكينثيه كذلك العامل الميداني والاستثمارات التي نقوم بها بالتنسيق مع قطاعات أخرى ولسيما قطاع الجماعات المحلية بالنسبة لهذه الظاهرة الطبيعية في الجزائر الكل يعلم أن تغييرات الملاخية التي يشهدها العالم ما بين تأثيرات انتحا هو عدم انتظام الفصول وعدم انتظام تساقط الأمطار بالنسبة لبلادنا نحن شاهدنا وهذه كل هذه السنوات الأخيرة أن الأمطار خصوصا الأمطار الخارفية أو في آخر الصيف تأتي في وقت واجيز لكن بقوة سيدي زواج فيولون الذي يشكله نوعا ما خطر ويتصبه في خسائر في المدن التي معنية بهذا الأمر إذن لتصدي لهذه الظاهرة أولا الشيء اللي أحب أن نقول تصدي لهذه الظاهرة ليس جديد في القطاع لأنه منذ عقود فيه استثمارات عدة مدن استفدت من مشاريع حمايتها من الفيضانات وفي بعض الأحيان مشاريع كبيرة مشاريع مهيكلة نذكر على سبيل المثال في غردايا الشيلي تم إنجازه على مستوى باتنا على مستوى سيدي بالعباس إلى آخره فيها عدة مدن استفدت من هذا المشاريع ومازال فيه مشاريع متواصلة لكن هل يكفي أننا نحصر الإشكالية في منطقة معينة لابد للنظر في المسألة أو في الإشكالية بصفة عامة وواسعة لهذا زيادة على استثمارات يجب أن يكون لدينا تصور يجب أن يكون لدينا استراتيجية لهذا تم على مستوى القطاع في السنوات الأخيرة إعداد استراتيجية وطنية لمواجهة الفيضانات التي قمنا بها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الآن هذه استراتيجية رهي في طور تنفيذ وستراتيجية لتتناول كل الجوانب سواء الجوانب التعلق بالمعالجة أو بالمعالجة أو بالمعالجة وحتى كذلك كل الآليات التقنية وكذلك التكنولوجية الحديثة في مجال تنبؤ نرجع بأكثر تفاصيل إذا حبيتوا في هذا النقاط بش نقول أننا الآن رأينا نستثمر منذ السنوات الأخيرة هذا في إطار تصور عام وشامل في إطار تنفيذ هذه استراتيجية الوطنية بحيث منذ بداية سنة أفين رأينا يعني قمنا بمشاريع عديدة تفوقوا 600 مشروع انفقنا أكثر دولة انفقت أكثر من 200 مليار دينار في هذا المجال الشغال مختلفة في حماية يعني بمنشآت كبيرة مهيكلة في تهيئة الأودية في التدخل على القنوات إلى خيرها هذا من جهة كذلك زيادة على كل هذه الاستثمارات قمنا على مستوى القطاع باقتناء في السنوات الأخيرة هذه بتجهيزات لكي هذه التجهيزات نوضحها في المدن الأولوية للمدن التي هي أكثر عرضة للفيضانات أو أكثر تهديد من الفيضانات وانتشرنا في الميدان وبدأنا تنصيب هذه الآليات بأحدى الثقنيات بعجلة هذه الآليات توضع في الأودية في السيالان يعني الأودية وهذه الآليات الحديثة جدا تسمحنا بشتعطينا المعلومات على حسب يعني السيالان يعني المعلومات لتعطينا المستوى لأن هذه الآليات سوف نسمحنا بشترك لنغطينا المعلومات عندما تكون المعلومات على مستوى معين تطلب هذا العمل كما نجعل مع المجموعة المحلية تنظيم ان تنظيم لتدخل عندما تكون المعلومات على مستوى معين يجب أن يكون لديك ترجمة نانسي قنقر 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 العملية بالطبع لما يدخل في فصل الصيف مستوى القضاء يكون أقوى والتحاليل تكون أكثر أكثر كثافة هذا ما جعلنا نقول اليوم بكل ارتياح أن المياه الموزعة عبر الحنافيات في الجزائر في 48 ولاية هي مياه سلمة معالجة وتخضع لرقبة صريمة سوفيا رمضاني صباح الخير معالي الوزير صباح الخير للجميع معالي الوزير نبقى مع المياه الصالحة للشرب ماذا عن المشاريع الخاصة بتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب وفي النقطة الخاصة بتحويل المياه من السدود بالنسبة لولاية الشرق انطلاقا من سد ابني هارون نحو المناطق النائية خاصة بولاية السطيف وأيضا عن مشروع تحلية المياه بالعاصمة لتزويد سكانها لأن هناك دراسات أثبتت أن محطة الحامة على الموضة المتوسط لن تزود الساكنة إلا يعني بعشرين في المئة كسؤال ثاني عن الفيضانات ونحن في موسمها تحدثتم عن مختلف الأليات الجديدة التي ستدرجونها لقياس السيولة وأيضا درجة الفيضانات لكن تعملون أيضا بالتنسيق مع الجمعات المحلية في عملية التهيئة وتطهير وأتحدث هنا عن البالعات لأنه كل سنة نرى نفس المشكلة هو انسداد هذه البالعات عن مستوى مختلف الطرقات وهذا أيضا يتسبب في فايدانات معنى الوزير شكرا الشيء الذي أريد أن نقول فيما يخص المشاريع الخاصة بالمياه الصالحة القطاع في كل مجالة النشاط قطاع المورد المائية رغم أنه فيه حقيقة منذ حوالي سنتين من ناحية المالية كان فيه تراجع في الإمكانيات لكن فخامة رئيس الجمهورية وعلى مستوى برنامج الحكومة قطاع المورد المائية ما زال يحظى بأولوية كبيرة على غرار قطاع الصحة وقطاع تعليم هذا ما أدى كما تفضلت أخت أدى إلى رفع التجميد عدة مشاريع بمقدار يقارب يفوق 90 مليار دينار بالنسبة لمياه الصالحة للشرب ما زالنا في نفس الديناميكية الإنجازات لتغطية حاجية المواطنين فيما يخص المياه الصالحة للشرب نقدر نقول لك خلال هذه السنة سلمنا خمسة سدود كبيرة أغلبها برجها على كل حال للفلاحة لكن تدعمه بنسبة كبيرة كذلك التزويد بالمياه الصالحة للشرب ثانيا وضعنا تحت الخدمة نجزنا خلال هذه السنة ما يقارب عشرة تحويلات نذكر على سبيل المثال تحويل المياه من مقطع محطة الكبيرة تعوهران تحويل المياه البحر نحو ولاية معسكر بمقدار حوالي 130 ألف لا تمكعب اليوم كذلك على مستوى ولاية البرج هناك تحويلات من تلس ديت في البورا نحو دائرة المنصورة حتى المهير فيه كذلك منطقة كانت سجلة عجز كبير هي شمال برج بعراريج لدينا تحويل من 6 شحاف في بجايا فيه تحويل من سد موان في السطيف إلى كل السطيف العلمة وبلدية أخرى لما يقارب 600 ألف نسمة فيه كذلك تحويل من سد أوركيس اللي هو تابع النظام الكبير لبني هارون إلى أم البواقي للاستفد منه المواطنين اليوم بما يقارب حوالي 500 ألف يعني نسمة كذلك في إطار تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية كنا وضعنا في الخدمة تحويل كبير مهيكل من أكبر تحويلات في البلاد وهو تحويل تحويل العشرة الغربي اللي ينطلق من ولاية عامة على مسافة أكثر من 600 كيلومات لتدعيم تزويد بالمياه الصالح والشرب جنوب تلمسان وجنوب سيدي بالعباس وكذلك سيسمح السق أو استحداث ما يقارب ثلاث أراضي مسقية ضيفة لذلك فيه كذلك استلام البرنامج الاستعجالي لطرف عن النبع التي تكون لعرف أزمة حد خلال الصائفة 2017 والحمد لله الوضعية رهم في أريحيا في هذه الساعة كذلك كانت لنا خذنا مبادرة بانطلاق زوج المشاريع كبار تحويلات في ولاية كذلك كانت تعاني نقص كبير هي ولاية البسيلة بتحويل من سيدي عيسى نحو عاصمة الولاية 17 ألف مكعب يوميا 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 هذا بنسبة بعض عينة من المشاريع لكن فيه مشاريع أقل حجم متوزعة على عدة ولايات التي من شأنها أن تحسن التزويد بالمياه الصالحة لشرب بحيث إلا عديت مؤشر في هذا المجال كنا في سنة 2016 وصلنا إلى التوزيع اليومي بما فيه توزيع على مدر الساعة وصلنا إلى نسبة 75% لكن في 2017 كان فيه تراجع لهذه النسبة نتيجة التراجع الكبير في الأمطار خصوصا في بعض المناطق البلاد انخفض هذه النسبة إلى 65% لكن الحمد لله بعد إعادة انتعاش كل المشاريع وانطلاق في مشاريع جديدة بالتنسيق كذلك المثمر مع قطاع الجماعات المحلية ودعم الحكومة لبرنامج استعجالي وكذلك الحمد لله بفضل الله كانت سنة 2018 كانت سنة منطرة هذا ما جعلنا صائفة 2018 فوتناها في ظروف لبس بها أحسن بكثير بالنسبة لسنة 2017 بحيث المؤشر هذا رحو وصل اليوم إلى 78% والأشغال ما زال جارية في الميدان ونترقب إن شاء الله نهاية السنة بش نصل إلى 80% من التوزيع على اليوم بما فيه حوالي 50% على مدرسها فيما يخص المياه غير تقليدية كنت طرقتي إلى تحلي المياه البحر حقيقة هذه لابد لتذكير أن الجزائر عاش حقيقة أزمة حادة في بداية سنة 2000 أزمة حادة في هزوج عوامر أولا كنا عشنا جفاف خيم على المنطقة منذ عقود منذ عقود طويلة من جهة كذلك كنا خرجنا من عشرية المأسات الوطنية التي تميزت بعدم الاستثمار العمومي أو نقص كبير في الاستثمار العمومي أو في التنمية ككل هذا ما جعل الجزائر تعيش وضعية صعبة جدا لكن شهد للتاريخ أن فخامة رئيس الجمهورية ربما كان واعي أكثر من الآخرين أنه جعل من قضية المياه أو توفير المياه للبلاد من أكبر أولوية في البلاد ودليل على ذلك يعني تشوفوا المبالغ المالية التي رصدت لقطاع الموارد المائية ابتداء من هذه الفطرة خلال البرامج التنموية المتتالية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية هذا هذا ما جعل اليوم الجزائر تعيش مقارنة مع الماضي مقارنة مع عدة بلدان التي رأي في نفس مستوى التنمية كالجزائر في وضعيات شوط كبير وهذا يشهد له حتى الملاحظين الدوليين يشيدون بالتجربة الجزائر في هذا المجال من حيث الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر أنا كنت صرحت أنه وهذا لاحظت من خلال لقاءة الدولية الجزائر اليوم من أكبر البلدان في العالم التي اخترت هذه الخيار هذا استراتيجي للجوء إلى تحلية مياه البحر تحلية مياه البحر بحيث اليوم عندنا أحدش بحطة كبيرة قدرة إنتاج لفوق مليونين مت مكعب في اليوم ورانا في طور الانطلاق في استثمارات أخرى ربعة محطات تحلية مياه البحر بقدرة إنتاج 720 ألف مت مكعب يوميا محطة في الطرف وحدة في بجايا وحدة في غرب العصيمة وحدة في سيكدا محتر ربعة المحطات لتزيد تعزز قدرة الإنتاج متاع المياه اليوم أريد أن نشير برك حتى يكون المواطن في الصورة أن مساهمة المياه تحلية مياه البحر في الوفرة الوطنية لمياه الشرب سيكون اليوم تمثل 17 مليون لكن بعد الإنجازات هذه أربعة المحطات في غضون 2021 بالتقدير ستصل إلى 25% بعبارة بسيطة ابتداء من سنة 2021 كمعدل نظرة شاملة على مستوى الوطني نقول جزائري على 14% من البحر لماذا هذا الخيار اليوم نقوله خيار صعب جدا ستو نوبسيون صالتير بولوبي لماذا لأن استراتيجيا القطاع التي اعتمادها ابتداء من سنة 2000 والتي استفادت من إرادة سياسية قوية هو تكثيف الاستثمارات في تجنيد وحشد المياه ولكن ليس بطريقة هكذا ولكن في هدف استراتيجي كذلك هو التنويع المصادر بحيث اليوم في الجزائر نقدر نقوله عندنا ربعة مصادر ليس واحد بركة ليس جزوج عندنا السودود والحواجز المائية بما يسمى المياه السطحية فيه المياه الجوفية التي تمثل أكثر نسبة في المياه التي تجند سنويا نجند في الجزائر ما يقارب 10.5 مليار مت مكعب سنويا أكثر حوالي 65% من هذه المياه تأتي من المياه الجوفية إذن عندنا المياه السطحية مياه الجوفية تحلية مياه البحر وكذلك إعادة استعمال المياه المعالجة على الصرف الصحي لأغراض فلاحية اليوم في هذه المحطات ننتج ما يقارب 400 مليون مت مكعب في السنة معنى هذه المياه عندما نستعملها في الفلاحة نقتصدها من المياه الجوفية من السودود إذن نسميها في القطاع نحن لكات خيام الرسول المورد الرابع سيد الوزير إضافة لرفع التجميد عن المشاريع كثيرة تم أيضا تجنيد موارد مالية إضافية لبعض الولايات تحديدا للتكفل بها في مجال تزويدها بالمياه خاصة بالنسبة للجنوب والله أنا كما قلت الديناميكية الإنجازات سواء المياه الصالحة للشرب أو في الصرف الصحي ما زال قائمة في هذا القطاع ما زال قائمة الحمد لله نقدر نقول لك إذا تكلمنا على الصرف الصحي هذه أول مرة أننا نعلن على مناقصات من إنجاز محطة كبيرة للصرف الصحي بهذه بالحجم بحيث لنا ما يقارب 30 محطة كبيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي رهي حاليا في المناقصات هو عادة عادة ننطلق سنويا بمعدل 6 إلى 7 محطات كل سنة اليوم رأنا في 30 محطة في 30 محطة إذا تكلمنا على تجنيد المياه نحن ما زال نمشي في المخطط الوطني للري ليهدف كما تعلمون تحويلات سدود وربط سدود بعضها وتحويلات من مناطق فيها عجز وفرة إلى منطقة فيها عجز أمثلة كثيرة حتى في هذه المشاريع المهيكلة ما زال فيه يعني أعمال نذكر على سبيل المثال نذكر على سبيل المثال حاليا رانا نطلقنا في تحويل المياه من بني والنيف إلى بشار على مسافة مئتين كيلومتر حتى بش مدينة بشار العبادلة وقناة سا اللي يعتمدوا على السد على بشار ما يبقى وش يعتمدوا على مورد واحد هذا اللي كنت تكلم عليه قبل الأمن المائي لابد توزيد للديفرسيفيكاسون للغسوس تنويع المصادر هكذا حتى ولو يكون إشكال في السد تعجور في الطرباء يكون التحويل يؤدي الحاجيات فيه كذلك نطلقنا في الدراسات وعندنا التمويل لأشغال مشروع مهيكل كبير هو التحويل مياه يعني الزو إكسيدنتال مياه في الطرف تعرفوا بالطرف المنطقة ممتيرة جدا فيها حاليا ثلث سدود ومازال عامل جا إن شاء الله نزيد ونسلم سد كبير ونقوم في هذا المشروع برفع مستوى من السد كي نربح من حيث الطاقة 25 مليون مكعب إضافية هو السد مكسا نربطوه بالسد الذي سنسلم عامل جا هو السد بخروفة وننجز تحويل كبير من الطرف باش نربط هذا السد بسد عينداليا في سوق عراس اللي يعرف عجز كبير ونزيد نربط نفس التحويل مع السد والجتملاق والسد كبير عنده طاقة أكثر 150 مليون مكعب باش نأمن منطقة تشارقة على الهضب العليا بالتزويد بالمياه اللي هي منطقة معروفة خيم عليها الجفاف منذ عدة سنوات وهي تعاني من عجز هيكلي من حيث المواريد المائية ضاوية زيتوني معالي الوزير أنا بغيت نرجعك للمشكل الفيضانات لأنه لما يجي شهر سبتمبر الناس كلها تخاف من الفيضانات ذكرت زميلة في سؤالها مشكل البالوعات لقد بدأت وزارتكم بإعداد خريطة كارتغرافي تبين المناطق الموظرة المعرضة أكثر للفيضانات أين وصل هذا العمل وما هي الإجراءات الملموسة والمتخذة في الميدان لتفادي الأضرار الهائلة نجمة لهذه الفيضانات يعني حدثنا عن الكارتغرافي أنا كنت كلمت على استراتيجية وطنية لمواجهة هذه الظاهرة التعبيعية عن الفيضانات تم إعدادها استراتيجية يعني عندها معالم واضحة واضحة جدا فهذه استراتيجية مكانتنا أن نقوم بعمل تشخيص على مستوى عدة ولايات لوضع الحلول لتأمين المدن والممتلكات ككل من طبيعة من الظاهرة الطبيعية هذه تشخيص تشخيص مع التنسيق مع الوكال الوطنية للاسال 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 تشخيص أفضل اعرف للاسال 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 للمسال للمسال الرقم للمسال الرقم التي تحدي أن تعلو منشآت الحماية تكون لها نجاعة إنه فيكا سيتي أبتمال من جهة وثانياً لكي نساعد الجماعات المحلية في إعداد مخططات التعمير مخططات التعمير لكي نتفادى المناطق المعرضة للفيضانات يعني لازون كي سننضاب العمل هذا رح يمشي وكنت كلمت كذلك عن العمل فيما يخص التنبو فيه تجهيزات يعني أحد الثقنيات نبشرنا في هذه العملية من أجل كذلك نوضع آليات لابد يكون عندنا تنبو لأن خصوصاً أن بعض الولايات هي معرضة أكثر من بعض المدن معرضة أكثر من الأخرى أعطينا الأولويات إلى 28 مدينة وانتشرنا في الميدان في تنصيب هذه الأجهزة بمساعدة المتعامل الأجنابي وفيه تكوين المهندسين والتقنيين في هذا المجال سوفيا رمضانيت فضلي سؤال آخر فيما يخص مع الوزير مشكل التسربات المائية يعني الوزارة تحصي حوالي ربما 30% من المياه المسربة هل من مخطط لإعادة الشبكة أو الاسترجاع ربما هذه المياه الضائعة؟ والله حقيقة هذا إشكال أنا أقول لك من أكبر الوراشات التي كانت في القطاع هذه لماذا؟ لأننا نقول ونكرر أننا متواجدين أو بلاد ليس غني في المياه واقتصاد المياه لابد يتم على عدة مستويات في عدة استعمالات لما نتكلم على المياه الصالحة للشرب حقيقة فيه وضعية أن نسبة التسربات في الشبكات ما زال نوعنا مرتفعة هي معدل حوالي 30% معدل حوالي 30% ولكن انتم تعلمون بعد استحداث الجزائية لمياه في سنة 2001 وبدأت تشغل في 2002 ورثت هذه الشبكات من عند البلديات والبلديات هذا الوقت الشبكة انتحى نقدر نقول لكم تجاوزها الزمن لا من حيث لكباسيتي يعني الطاقة لا من حيث نوعية المواد المستعمال لهذا اليوم ملزم علينا أن نعمل انترابي دو خوفونده لهذا ما جعل القطاع منذ سنوات يعني عدة انطلق في برنامج واسع النطاق من أجل ولا خيار من أجل تجديد هذه الشبكات هذا يكلفنا على كل حال يكلفنا إمكانيات ويكلفنا كذلك من حيث الوقت لأن العمل اللي راه ينتظر ينتظر فينا عامل كبير اليوم رأنا عددنا برنامج لربعين مدينة انطلقنا في حوالي عشرين الدراسات الجاهزة حوالي عشراء والباقي راه في المناقصة بالنسبة للدراسات مشينا في هذا البرنامج وخصصنا ما يقارب 60 مليار دينار لإنجاز هذا البرنامج هذا إضافة إلى الأعمال هذا البرنامج القطاعي لكن فيه أعمال أخرى تقوم بها قطاع الجماعة المحلية على المستوى البرنامج الأخرى نذكر منها البرنامج التنمية البلدية وبرامج صندوق الجماعات المحلية إذن إذا جمعنا كل هذه المجهودات من حيث تجديد تجديد القنوات والتجهيزات والتعزيز منشأة تخزين كل هذه الجهود رأنا نمشي بوطيرة منذ حوالي عشر سنوات بوطيرة تقدر حوالي تجديد ألفين كيلومتر في السنة وإحنا في التخطيط استراتيجية كما تفضلت الأخت لا ننظر مستقبلية بنسبة لهذه الإشكالية أننا نسعي إن شاء الله بفضل هذا البرنامج وتعزيز كذلك وسائل تدخل على الشبكة رغم أن النسبة هذه مرتفعة صحيح أنها تكلفنا من حيث الصيانة والتدخل إذن نترقب إن شاء الله فالتخطية تنتعنا في غاية ألفين وثلاثين ألفين وثلاثين إذا وصلنا هذه الوتيرة بالتنسيق مع الجماعات المحلية أننا إن شاء الله سينخفض نسبة تسرب المياه في الشبكات إلى أقل من عشرين في المياه إلى أقل من عشرين في المياه لتذكير في البلدان النامية في البلدان النامية تسرب في شبكات المياه يتراوح ما بين 12 إلى 15 في المياه لأن بعض زملاء صحفيين يحسبوا كل الشبكات فيها تسربات لأن الشبكة تتعب نتيجة الضغط لأن المياه يجب أن يكون فيها ضغط إذن مع الوقت الشبكات يجب أن يكون فيها تصليح شكرا نتحدث سيدي الوزير كثيرا عن الأمن الغذائي الأمن الصحي ولكن نغفل الحديث عن أمن ثروة المياه التي تأتي أكلها في كل المجالات في الفلاحة في الصحة في الصناعة وفي الحياة بصفة عامة الدول الجزائرية بمختلف مؤسساتها ومنها وزارتكم وضعت برنامجا لتأمين وحماية الثروة المائية كيف ذلك؟ والسؤال الثاني ماذا عن عملية تنقية السدود التي بشرتم بها في مارس الماضي بآلات جزائرية كيف تقيمون العملية الأولى؟ شكرا بالنسبة لتأمين التزويد بالمياه وتعزيز الوفرة المائية لتغطية حديثيات البلاد في عدة قطاعات أنا كنت قلت وعطيت حصيلة أن الشيء اللي تم إنجازه لحد اليوم في مجال الموارد المائية هي أقول تجربة رعيدة بكل موضعية رأنا من ألفين اليوم إنجازنا ستة وثلاثين ستة وثلاثين سد كبير التحويلات الكبرى 11 محطة بتحلية مياه البحر كما قلت محطة معلاجة المياه الصرف الصحي ستسمحنا كذلك نقطع صد المياه من السودود والمياه الجوفية مئات الآلاف من الأبار كل شيء يؤمن هو حشد المياه وتنويع المصادر لأن الأمن يأتي من حشد ولكن لا نرتكز إلى على مصدر واحد إذا كان فيه مشكل في هذا المصدر نصبح في أزمة لأن إذن تخطيت كان تخطيت ساليم سيتون استراتيجي تحلية مياه البحر التي سمحتنا اليوم نتوفر على أربعة مصادر التي تؤمن اليوم نسبياً للبلاد ورنبتعدنا كثير وكثير من الوضعية التي عشتها الجزائر في بداية 2000 للتذكير هنا في العاصمة الناس لم يكن تشرب الميومين نذهب إلى الوهرن كانوا يشربوا يومين بعد ساعات في الأسبوع بسبعة غرامات في الليتر للعلم أن المياه عندما تصل زوج غرامات لا يستهلك هذا الإنسان هم سبعة غرامات اليوم الحمد لله بفضل مجهودات الدولة والبرامج نتاع فخامة الرئيس اليوم وهرن عندها 24 ساعة على 14 ساعة يعني ثابت ومؤمن أكثر من ذلك وهرن راي تصدر المياه راي تصدرت إلى معسكر تحويل إلى معسكر وعن قبل نهاية سنة نفس يكون فيه تحويل آخر نحو ولاية غلزان إذن يبدو لي البرنامج اللي تم إنجاز والاستثمارات عطات هذا الثمار منتعة الوفرة المائية ورانا ننتج نجند حاليا 10.5 مليار متر مكعب في السنة مياه صالحة للشرب نرى أن ننتج خصوصا في الصائفة نصل حتى 10 ملايين متر مكعب في اليوم لتلبية حاجية المواطنين في الفلاحة نوفر كذلك تقريب 70% من المياه التي يتم حشدها السنوية لتغطيط كذلك حاجيات الأراضي المسقية المتواجدة على مستوى الوطن نفس الشيء بالنسبة للصناع نرافق نرافق التنمية الصناعية واستثمارات أخرى مبرمجة وأنا قلت كنت ذكرت باللي ديناميكة الإنجازات الاستثمارات العمومية في قطاع الموارد المائية ما زالها ماشية الحمد لله البلانت شارج 2018 من قطاع الموارد المائية يعني بما إذا حصينا البرامج التعقل المالية والبرامج الإضافية زائد البرامج التي استفدت من رفع التجميد رانا تجاوزنا 400 مليار دينار كاستثمار بلانت شارج منطاع القطاع إذن ما زال مجهودات متواصلة من طرف الدولار لتلبية حاجية كل مستعملين المياه في كل مجالات صوفيا رمضاني أظل الثاني فقط الذي يتعلق بالتفزمان هذه الإشكالية توحل في السدود هي باش الكل يعرف بنسبة للجزائر لا تمثل النسبة مقلقة بزاف لابد القضاء عليها لأنه لما نقضي على السدود أولاً لسلمة السد ثانياً نربح حجم إضافي نربح حجم إضافي اليوم في أسانة 2018 رأنا نطلقنا في مناقصات لزالة الأوحال من السدود لعشرة سدود لنعتبرهم إحنا كأولوية لهما ممكن فيهم يعني فيهم أكثر حجم من الأوحال نطلقنا في المناقصات والأشغال ستنطلق عن قارب إن شاء الله تكلمتي على الآلة مصنعة محلياً لإزالة الأوحال علم هذه الآلة هي على شكل بخرة تقنية حادثة جداً هذه الآلة الكبيرة لحد الآن نستوردها بالعملة الصعبة ولكن مكلفة كثير الحمد لله بفضل يعني إطارات جزائرية سمحنا باش نطلقنا في تصنيع ثلاثة آليات كنا ننتظر إن هذه أول آلة تسلم في الصائفة لكن عرفت شوية تأخر سننتظر حسب الشركة المكلفة بتصنيع هذه الآلة إن شاء الله كآخر ستسلم إن شاء الله في شهر نوفمبر وثم تتبحى زوج آلات أخرى وهكذا نكون قد جبنا يعني قيمة إضافية للصناعة الجزائرية للإدماج الصناعي في الجزائر لتقليص بين العملة الصعبة ولكن في القطع كذلك رأينا ربحنا حاجة كبيرة هو تصنيع الآلات محلياً وهكذا نكون أقل تابعية بالنسبة لمؤسسات الأجنبية سرحب بكم من جديد سيدتي وصدتي في الجزء الثاني من فروم الإداعة ضيفنا معالي وزير الموارد المائية سيد حسين نسيب والحديث عن الموارد المائية ترشيدها وفاقها في ظل الحاجيات الملحة عبر مستويات مختلفة ضمن هذه الحاجيات سيد الوزير ضمان حاجيات الفلاحة من المياه عمل مشترك كبير الآن لتوسيع المساحات المسقية كانت تحدث عليها الأسبوع الماضي وزير الفلاحة بالتنسيق مع قطاعكم ما الذي برمج يعني لتوسيع السقي الفلاحي حتى تكون الفلاحة بديل للمحروقات واستغلال المياه المعالجة في المحيطات الفلاحية شكراً إذن فيما يخص هذا برنامج هام جداً برنامج استراتيجي برنامج داخل في إطار برنامج فخمة رئيس الجمهورية هذا البرنامج كما تعلمون يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد كما تعلمون لأن الجزائر تحتوي على مليون وثلتمية وعشرين ألف هكتار أراضي مسقية لكن في البرنامج الرئاسي الحكومة جندت إمكانيات كبيرة من أجل بلوغ الهدف تاعة مليون هكتار إذن فيه تنسيق فيه آلية تنسيق ما بين قطاع المورد المائية وقطاع الفلاحة هذا التنسيق ممكن اليوم باش نمشي في هذا البرنامج والحمد لله فيه خطوات مشجعة جدا بحيث اليوم نسجل فيه مئتين ومئتين وخمسة وخمسين يعني ألف هكتار اللي نقدر نقول على رهوشك الانتهاء وفيه كذلك ثلثمية وخمسة وخمسين الفكتار اللي رهن تلقت والبعض رهن في طور الانتلاق معناه أن إن شاء الله في آفاق يعني سنة 2020 أقل ما يمكن إنجازه وحسب الإمكانية المالية أقل ما يمكن إنجازه هو بلوغ ثمانين في المية من الهدف استراتيجي كذلك بموازة مع هذا الأعمال بالتنسيق مع قطع الفلاحة فيه كذلك عمل تثمين بعض المساحات الموجودة لابد تثمينها تثمينها من حيث إعادة الاعتبار في بعض الأحيان تجديد قانوات يعني بالنسبة لسق الأراضي هذا ثاني فيه برنامج رهن في طور الإنجاز أغلبها تخص المحيطات الكبرى التي يسير الهدف الوطني يعني لسق الأراضي الفلاحية إضافة على هذا البرنامج الطموح الآن ما زال فيه مساحات تضاف من خلال الاستسلاح والاستثمارات الفلاحية ونرى أن ما زالنا الرافق بمشاريع تجنيد المياه سواء على مستوى السدود أو مستوى المياه الجوفية كذلك بشرنا كذلك في سق بعض المحيطات بمقدار حوالي 12 ألف فيكتار بالمياه الصرف الصحي المطهرة في المحيطات وهذه كبداية مشجعة لكي نثمن ونستعمل إعادة استعمال كميات كبيرة كنت تكلمت عليها تقدر بربعميات مليون مت مكعب سنويا التي هي تمثل تصور تمثل ما حيث نصد هذا الحجم الكبير إضافة إلى هذا كذلك فيه تشاور مع قطاع الفلاحة من أجل تعميم استعمال أنظيمة السق المقتصدة للمياه مشات فيه كذلك خطوات لكن ما زال فيها عمل وره العمل متواصل والتحسيس متواصل من هذا الجهة وفيه كذلك عمل مع قطاع الفلاحة في تحسيس كذلك الفلاحين باش ينظموا نفسهم على شكل جمعيات لكي نحسن استغلال السدود الصغيرة والحواجز المائية لأن الآن أقول ما رهيش تستعمل بطرق يعني أنفل نقدر نحسن مازال نقدر نحسن استغلال المورد المائي الموجود في هذه المنشآت نعم سوفيا رمضاني معالي الوزير تحدثت عن نظام تزويد المياه بالشرب بالاستعانة بمخططكم الخاص بتحويل نظام التحويل أو تحلية مياه البحر هناك أيضا نقطة أخرى ربما لم نتطرق إليها وهي جلب المياه من الجنوب نحو الهضاب العولية ماذا أيضا عن مشاريع مختلف المشاريع الخاصة بالجنوب الجزائري والله شوفي جنوب الجزائري نقدر نقول يعني حجم الاستثمار على غير القطاعات الأخرى هذه منذ عقدين عمروا لكن الجنوب استفد بحجم الاستثمار بهذا يعني بمبلغ يعني هم جدا نذكر على سبيل المثال بالنسبة لقطاع المورد المائية عندنا التحويل الكبير عن صالح تمراست عندنا كذلك معالجة المياه لأن في الجنوب الإشكالية في الجنوب هي المياه متوفرة لكن في أغلب الأحيان فيهم إشكالية الجودة يعني سيديزو شغجي كذلك نجزنا عدة محطات لمعالجة المياه في ورقلا في توغورد في الواد في تندوف في عدة ولايات في إليزي كذلك في مجال الصرف الصحي فيها عملية كبيرة كذلك نجزناها نذكر على سبيل المثال المركب يعني الصرف الصحي الخاص بالتحكم في صعود المياه في ودسوف وفي ورقلا ومازال فيه برنامج في طول الإنجاز برامج أخرى من أجل تدعيم التنمية في الجنوب حتى في مجال الفلاحي انطلقنا هذه السنة فيما يقارب 30 بير عميق بير عميق يعني فوق ألف متر لنبلبيان من أجل تدعيم مثلا ولايات فيلاحية بامتياز مثل ولاية بسكرا الواد ماذا أيضا السيدة الوزيرة بالنسبة لاسترجاع المياه الخاصة بالوحدات الصناعية وخاصة في مجال ترشيد استهلاك المياه والله في هذا المجال القانون واضح قانون خاص بالبيئة هو يلزم كل يعني الصانعين لعندهم يعني مواد لتقدر يعني تكون مصدر تلوط يكون خاطر على البيئة أنه يقوم بمعالجة الأولى لبخذ ختمه خصوصا في المدنة الكبيرة تتواجد هذه المناطق الصناعية الكبيرة اليوم الحمد لله بدأت هذه العملية تتعمم فيها عدة متعاملين صناعيين رغم قاموا بالاستثمار هذا وفيه كذلك متعاملين آخرين والذي يتردد لتردد على هذه العملية في تطبيق القانون وكان على مستوى السلطة المحلية خصوصا في الولايات الكبرى وينتم غلق بعض المصانع لأنها تشكل خاطر على البيئة ضاوية زيتوني بغيت نرجع لشبكة توزيع عرف القطاع كما ذكرتم مع الوزير عدة إنجازات ومشاريع من بينها تطوير شبكة توزيع إلا أن بعض المناطق في بعض المناطق الشبكة تبقى قديمة وأنتم تراهنون على النوعية والمردودية ما هي المشاريع المستقبلية لتجديد هذه الشبكة شبكة توزيع والله أنا قلت بالنسبة لشبكة توزيع قلت هذه ورشة كبيرة في القطاع لأن لتحسين في الأداف خدمة العمومية من جهة وكذلك من أجل اقتصاد المياه لأن حصينا أن فيه حوالي معدل وطني ب30% من تسربات منتع المياه إذن ورشة كبيرة كنت كلمت على حجم الاستثمارات تفوق 60 مليار دينار فيها 40 مدينة التي استهدفت من خلال هذه الاستثمارات والبرامج ما زال وراه يمشي ولكن ما كانش إلا في البرامج القطاعية فيه كذلك على مستوى برامج تابعة لجماعة المحلية التي ستقوم سنويا بتجديد شبكات توزيع المياه وكل التجهيزات الخاصة بها وانا كنت تعطيت معدل سنوي لأننا نمشي به منذ سنوات هو معدل حوالي تجديد حوالي ألفين كيلومتر سنويا ولكونسطة يعني الكنسطة هو أن قلت لما مشينا في إطار الإصلاحات قامت بهذه الدولة على مستوى القطاع من أجل يعني ترقية الأداء في الخدمة العمومية لمياه واستحداث الجزائرية لمياه والتبعاء والشركات تتابع علىها مثل السيال والسيور وكذلك حتى في الصرف الصحي بالنسبة لنا هو الهدف هو احترافية المرفق العام وفي هذه الخطوة نرى نعمل من أجل إدماج البلديات التي اليوم أغلبها التي لن تدامج يعني بكل موضعية تفتقر إلى هذه الإمكانيات تفتقر إلى هذه الخبرة تفتقر إلى هذا الاحترافية إذن السعي من خلال هذا الإدماج الهدف استراتيجي هو أننا نوضع نفس نعمة التسيير نفس مستوى يعني في الأداء في تسيير المرفق العام للمياه يكون نفس المستوى من الآفاق 2020 على مستوى كل بلدية الوطن نعم سيد الوزير بالنسبة أيضا ل كنت تحدثت عن قضايا الصيانة خاصة الآن بالنسبة لوزارتكم الآن فيه تفكير على الاعتماد على المؤسسات المصغرة لإنجاز بعض أشغال الصيانة إلى أين وصلت المدو هذا والله هنا كنت مبين تدابير حقيقة ناخذناها في مجال الصيانة والتدخل على شبكة التوزيع بالنسبة للمياه الشرب لكن عملنا كذلك نفس شي بالنسبة للصرف الصحي لكن كانت أكثر كثافة على مستوى مياه صالحة للشرب بحيث كان قنا إشكالية ولكن نرى نصح فيها هو ترى تعداد مثل جزائري المياه ترى تعداد كبير كبير جدا يفوق 32 ألف يعني عون يشغل في هذه المؤسسة لكن لما ننظر إلى نسبة منتع الأعوان لدخل على الشبكة نسبة كانت ضائلة أغلبهم حراس أغلبهم حراس وعندما يمكننا حول الشبكة المراكز التكوين لنحاول حراس وعندما أغلبهم المصالح إلى أن نكونهم في إذا كانوا التكوين أساسي وعندما نحاول تكوين التكوين مثلا يمكنهم أن يكون أساسي أساسي إذن استثمرنا في هذا التكوين الأساسي والأخرين كوناهم في في مدينة التي تنسبوا القدرة تنتح في حيث اليوم سوف المدين معنا العام للشركة الجزائري المياه حصل اليوم فقط في الثلاث عون التي تدعم الوسائل التدخل على الشبك هذا من جهة لكن هذا لا يكفي قلنا لكي نزيد الدعم التعداد والوسائل التدخل لماذا لا نلجأ إلى فئة من المؤسسات التي تحتاج من دفتر أعباء لأنهم يحتاج من تحتاج هذا يستفيد بإعانة من مختلف ميكانيزمات مثل لانساج لانجام حصيناهم في كل ولايات ورنا هذا يعني الشباب يعملوا معنا كل خطرة فيه فئة من الشباب يعني تدمج في إطار هذا البرنامج ورهم يجيبوا قيمة إضافية بنسبة للخدمة العمومية وثانيا تسبح لهم يشغلوا وفي بعض الأحيان حتى هما يخلقوا مناصد شغل إضافية نعم مع الوزير سؤال آخر بالنسبة لقرار الحكومة رفع صلاحيات يعني تسير السدود الصغيرة من البلديات ونقلها تدريجيا إلى الوكالة الوطنية للسدود والتحولات الكبرى كيف يجري هذا المسار؟ والله للتذكير أنا كنت قدمت مرسوم تدفيدي في الحكوم خاص بتسير وأمن سدود الكبرى لكن فيما يخص السدود الكبرى المسيّرة من الوكالة الوطنية للسدود نفس الشيء وشيلي كنت تتكلم عليه بالمياه صالح الصرف أو الصرف الصحيح الوكالة الوطنية للسدود هذه مفخرة فيها إطارات فيها وسائل فيها خبرة يعني نعتزبها كم شينا لهذا المشروع أنت على وقعت إشكالية هو أن زيادة على السدود الكبيرة فيه سدود صغيرة تقاط تحت حتى تتراوح ما بين 500 ألف إلى ربعة ملايين مت مكعب تقاط تحت لكن هذه السدود انجزت على مستوى المحلي جماعة المحلية لكن ما عندها ليست خاضعة لأي نظام تصير والسد كما تعلمون السد منشأة استراتيجية منشأة استراتيجية يعني تقدر تكون مصدر خضر نقدر نقول لك في البلدان المتقدمة لما يصنفوا المنشآت الحساسة بما يكون منشأة استراتيجية السدود الكبيرة تأتي بعد بعد المحطات نووية إذن بالنسبة للسدود الكبيرة كل الإجراءات سواء يعني متابعة سدود فحص سدود الأمن يعني بالناس المسلحين هذا قائم وقوموا به دائما 24 ساعة بالنسبة للسدود الصغيرة عددها 121 عددها 121 تم القرار على مستوى الحكومة أن نأخذ فئة من هذه السدود في مرحلة أولى تقدر بحوالي 60 سد الآن فيه فرقة خبرة وقوموا بمعينة هذه السدود وإن شاء الله عن قريب سندمجها إلى الوكانة الوطنية للسدود الكبيرة لكي يتم التكفل بها أولا من حيث الأمن وكذلك تسيرها واستغلالها وكذلك لما تكون مسيرة حتى الاستغلال لأن أغلبها موجهة للفلاحة حتى لكي الاستغلال وتوظيف المياه في الفلاحة يكون أحسن يكون أحسن ويكون فيه وربما يكون فيها علاقة تكون فيها علاقة رسمية أو ما بين الوكالة الولطنية للسدود وجمعية الفلاحين خاصة بالنسبة للسيد الوزير أنه في بعض الفلاحين حتى بالنسبة للمياه المعالجة المخصصة فيها تخوفات لأنها لا تسقيش بها هل هناك نقص في الإعلام هل هذا القرار سيساهم أكثر في تعريف الفلاح بما له وهذه ورشة أخرى أهمة جدا لكن قلت انطلقنا نحن عندنا مورد كبير ربعمائة مليون مت مكعب من مياه مطهرة في الصرف الصحي في محطة التطهير أو ونحن نحن نسعى من أجل اقتصاد المياه ولكن قلت كي نوظف هذه المياه في الفلاح حيث نقتصدها من المياه السودود والمياه الجوفية إذن كي نمشي نحو الهدف تعميم استعمال هذا الأخر لابد عملية تحسيس فيه بداية مشجعة عندنا ما يقارب 12 ألف هكتار راهي اليوم سقية من هذه المياه وفيه عمل تحسيس مع قطاع الفلاحة مع الغرف الفلاحة والأمور راهي تتوسع أنا مشيت مؤخراً الوهراً فيه محطة الكرمة محطة كبيرة فيه معالجة متع المياه إلى الدرجة الثالثة لتسمع حتى سق الخضروات والحمد لله الآن سننطلق في سق ما يقارب 6 ألف هكتار دائماً سيدي الوزير في نفس السياق ما هو حجم المياه المعالجة والمستعملة خصيصاً في قطاع القطاع الفلاحي هل يمكن أن تعطونا بعض التفاصيل فيما يخص محطة تصفيات المياه المستعملة ومدى نوعية هذه المياه لتفادي هذه الشكوك التي تخص مثلاً الأيام الأخيرة قضية الدلاع المسقى بالمياه وأنه ملوثي لآخره لا هذا زوج حواج لازم نفرق بينه أنا راني نتكلم على المياه المستعملة التي تمشي في محطة التطهير وهناك آليات صناعية كبيرة يعني مصنعة ليعالج هذه المياه المستعملة إلى الدرجة الثانية عموماً إلى الدرجة الثانية معناه هذه المياه وثاني قبل أن تخرج إذا كنا نحب أن نوظفها في الفلاحة هي التي تكون معالجة إلى الدرجة الثانية نستطيع أن نسقي الحبوب العلف والأشجار لا نستطيع أن نسقي الخضروات وهذه المياه هذه كل محطة عندها مخبرة وفيها مقاييس منتاع المنظمة الدولية للصحة وكل هذه المحطات سانستثفي إيزو على مستوى الوطني معناه المياه التي تخرج من هذه المحطة لا خوف عليها وإذا استثمرنا أكثر والشيء اللي قمنا به في زوج ثلاث محطات على مستوى الوطني كبداية أن نرقي المعالجة إلى الدرجة الثالثة وهذا يتم في بعض الأحيان لكي نقضي على كل أشكال الجرافين هذه المياه تسقي بها الخضروات لم يكن حتى مشكلة وهذا شيء متعمل بها على مستوى حتى البلد المتقدمة تستعمل كثير من هذه المياه مياه وأكثر من ذلك وعندنا الطين تخرج من هذه المحطات وهي القدر أن تعلق خمس خطرات أكثر من الغرشين بإجازة نفسه الأخيرة سيد الوزير بالنسبة لمراقبة المياه مياه الينابيع الطبيعية والتشكيك ربما في سلامتها هل يتحكم القطاع في ربط هذه الينابيع ضمن شبكة التوزيع؟ والله بالنسبة للينابيع نحن عندنا إحصان الينابيع كاين تقريبا ستالاف منبع على مستوى الوطني لكن الينابيع هذه عددها تغير مع تغير المناخ بعض الينابيع تقدر تنقرض نهائيا وعندما تكون السنوات ممطرة تظهر حتى منابيع جديدة لكن الحوصلة معدلة على ستالاف كان بعض المنابيع التي لديها منسوب لبس به وتقدر الدعم تزويد الشبكة العمومية للمياه الصالحة للشر هذه نحن نتكلف بها ندللها تهيئة ونربطها بالشبكة التوزيع عندنا حوالي 300 منبع خصوصا في المناطق الجبالية وهي عموما لكي المواطنين يكون في الصورة مياه الينابيع من حيث الجودة هي أحسن أحسن مياه لأنها مياه طبيعية ولكن حين لدينا 300 منبع من بتابعة مراقبة المنزاية إلى المياه المرتبطة بالشبكة التوزيع وهي لديهم حتى إشكال المتابعة مراقبة توزيع تبدأ لنبيع أخرى بإنسان قليل لصق الأراضي لكن أغلبها موجهة المياه الصالحة للشرب فيه مكاتب البلديات النظافة والصحة هي لابد هذه الينابيع لابد مراقبة دورية لا نقول ما معالجة لأنها مياه طبيعية المياه هذه مياه من بع مياه من بع سيتباع بكذا وكذا المياه التي في المياه نبيع كلها عموما بنفس الجودة لأن الاستثمارات التي نعطيها للناس من أجل وضع المياه في القارورات كما هك كان بزا في جمليا نبيع سيدي سوخص وش حبيت نقول أن الآن فيه إجراءات على مستوى وزارة داخلية من أجل تدعيم هذه المكاتب ونحن سندعم من ناحية الفنية من ناحية التقنية من خلال جزائرية المياه والشركة الأخرى سنرافق هذه المكاتب من أجل تكفل الأحسن من حيث المراقبة الدورية لجودة ونوعية هذه المياه سيد حسين نسيب وزير الموارد المائية شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات بالنسيب وزير المتوحة من تكفل الأحسن اشتركوا في القناة